اشتركوا في القناة تم تسليمه للحكومة في 18 من الشهر الجاري ومنذ ذلك الحين ظلت الاوضاع الامنية بالولاية خادئة تماما لكن قبل يومين بدأت بوادر ومحاولات لنهب الموقع ليتداعى على المقر امس الخميس اكثر من 20 الف مواطن من معسكرات النازحين المجاورة وبعض قاطني الاحياء القريبة وتصدت لهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وتكررت الخطوة اليوم الجمعة باعداد فاقت الاربعين الف واقتحموا الموقع رغم محاولات الاجهزة الامنية تصدي لهم بالغاز المسيل للدموع حيث تم القنون من نحب كميات من المعدات بالتكاتك وعربة الكارو والمارة بالارجل وكشف عن القاء القبض على بعضهم وبحوزتهم المعروضات ودونت بلاغات في مواجهتهم باقسام الشرطة بنيالة وسطة والقسم الشرقي طيبة لحياة طيبة